الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها للموارد النفطية المحدودة زمنيا وتقنيا والرهان الحقيقي هو على العقول سلسلة تغريدة أطلقها أمس الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد أن أعلنت دولة الإمارات عن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن مئة مبادرة واستثمارات بقيمة 300 مليار هدفها دفع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط من جهته غرد حساب تويتر الرسمي لأخبار الشيخ محمد بن زيد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس بدانا في خطواتنا الأولى واستعداداتنا المبكرة لاستدامة مواردنا لوداع آخر قطرة نفط مؤكدا أن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي راهنت عليها الإمارات وأن الإنسان هو قائد التغيير والإبداع والابتكار في الإمارات أيضا هاشتاغات عن أسبوع الإمارات للإبتكار تتسطر هذا صباح بعد تفاعل مئات الجهات الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات على مستوى الدولة للتغريد عبر الهاشتاغ بأبرز أنشطتها وفعالياتها وذلك تزامنا مع انطلاق أسبوع الإمارات للإبتكار اليوم 22 نوفمبر لاستعراض أبرز ما حققته تلك الجهات في مجال الإبتكار والإبداع وفي تويتر السعودية جدل جديد يتصدر ظهر اليوم في هاشتاغ بعنوان جني يراسل راقي شرعي على جواله بعد أن كتب أحد الرقاء الشرعيين بأنه التحدث مع جني عبر تويتر نشرا صورة للمحادثة المزعومة التي قام بمسحها لاحقا على ما يبدو فأطلق المغاردون الهاشتاغ الساخر عبروا خلاله عن استنكارهم لمثل تلك الأسليب التي يلجأوا إليها البعض بهدف الدعاية وكسب الشهرة واستغلال الآخرين باسم الدين هذا الجدل تصدر تويتر العالمي ظهر اليوم وفي تويتر العربي المغاردون احتفوا أمس بيوم ميلاد السيدة فيروز في عام الثمانين مطلقين تغريدات حب وعشق لصوت رافقهم وشارك في تشكيل وجدانهم وذلك عبر العديد من الهاشتاغات أبرزها ثمانون فيروز الذي شارك فيه عدد كبير من فناني وكتاب ومشاهير العالم العربي فيروز سيدة الصباح وجارة القمر تضيء شمعتها الثمانين كل سنة وأنت طيبة من قلبي سلام لفيروز ثمانون فيروز صوت فيروز مدد روحاني نحو السماء صوتها مثل السماء الماطرة فيه غنى الغيم ودفء الشمس وكهرباء البرق تشحن دواخلنا فيروز هي الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر محمود درويش إلى ذلك أثارت تغريدة للفنانة اللبنانية كارول سماحة جدلاً واسعاً بين معجبها بعد أن غردت معربة عن إعجابها بالرئيس الروسي فيلاتيميار بوتين قائلة بأن الزمن لا يكرر مثل هذا القائد بسهولة وسرعان ما أوضحت أن ما قالته ليس رأياً في السياسة وإنما تعبير عن الإعجاب بما سمته شخصية قيادية ذات كاريزما ملفتة وقد لقت تغريدتها غضباً كبيراً بين الكثير من المغاردين لأسيما السوريين وفي تويتر الاجتماعي هل يؤمن المغاردون بعلاقات الحب وصداقة عبر تويتر؟ سؤال تبينت حوله الأراء وترح له استفتاء خاص خلص إلى أن 66% من المغاردين المشاركين به لا يؤمنون عامة بالحب أو الصداقة عبر تويتر وأخيراً أمور قد لا يحتملها الكثيرون ويكتبون عنها في أحدة هاشتاغ اجتماعي بعنوان بتحمل كل شيء إلا بتحمل كل شيء إلا وجع الشخص مريض بتحمل كل شيء إلا الكذب والخبث الغباء والتسلط إلا الظلم بتحمل كل شيء إلا الغدر والخيانة بتحمل كل شيء إلا التكبر والعنصرية لأن كلنا نخلقنا من نفس الطين وحنموت بنفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر